السلام عليكم تابعي براما سفورت بهذا الفيديو رح نحكي عن التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا أمام منتخب إيران بطبيعة الحال رح نحكي عن تشكيلة متوقعة وتشكيلة بتمنها شخصيا وإن شاء الله يعمل شيء منتخبنا بهاي المباراة نوعا ما أنا متفائل ما بعرف ليش يعني هذا الشيء ممكن يكون سلبي لكن متفائل متفائل بأن منتخبنا قادر على تحقيق نتيجة إيجابية قدام المنتخب الإيراني ما حدا بيعرف شو بصير وقبل ما نحكي عن التفائل وعن التشكيلة المتوقعة والتشكيلة اللي بنتمناها بتمنى إذا كمان ما عم توصلك الإشعارات من القناة فياريت تعمل اشتراك وكمان تفعل زر الجرس وما تبخل علينا باللايك نبدأ بإحراسة المرمى شفنا تألق واضح أو كان ليس تألق واضح بل أنت عم تحكي عن أفضل لعب بمنتخبنا بمباراة العراق خالد الحاج عثمان فبالتالي ما بظن أنه الكابتن نيزار محروس رح يرجع لإبراهيم عالمة أو رح يكون فيه اعتماد على حارس آخر إلا خالد الحاج عثمان نروح لخط الدفاع الخط اللي عم بنعاني منه لكن بمباراة العراق ما كانت فيه المعاناة الكبرى لكون منتخب العراق كان سيء أساسا بالشوط الأول ولما أدم مستوى جيد بالشوط الثاني أرهق دفاعنا بشكل أو بآخر فبالتالي دفاعنا بصراحة بمباراة إيران رح يكون فيه عليعب كبير إن شاء الله ما يعملوا أخطاء توقعي الشخصي بأن عمر ميداني وثائر كروما رح يلعبوه كقلوب دفاع بمباراة منتخبنا كمان ما بظن رح تكون فيه تغييرات بالأظهرة رح نشوف مؤيد الخولي زهير يمين خالد كردغلي زهير يسار وبالتالي عم بنشوف بحراسة المرمى وقلوب الدفاع والأظهرة نفس اللاعبين اللي شاركوا بمباراة العراق ممكن يلعبوا بمباراة إيران بخط الوسط هون هي الطامة الكبرى هون هي الشغلة الصعبة التوقع لأن فيه شي عم بيتحملوا الكابتن نيزار محروس فيه أخطاء صارت يعني أنت عم تستدعي تامر الحاج محمد لأربع خمس مباريات بالتصفيات ما أشركته وبعدها لم تستدعي فبالتالي حاليا عم بنشوف فيه معاناة إسراء حموية بسبب تراكم البطاقات ما رح يلعب محمد عثمان غادر المعسكر فأمور المنتخب سيئة جدا أمور المنتخب على صعيد خط الوسط لعيبة المحور سيئة جدا مع تدني مستوى أحمد الأشقر والمستوى السيئة اللي قدموا كامل حميشة بعد دخوله بمباراة العراق فالله يعيننا يعني بصراحة بشكل عام شايف أنه بخط وسط الارتكاز ممكن يكون فيه اعتماد على محمد عنز عاد من الإصابة والتحق بالتدريبات الجماعية وكامل حميشة فبالتالي ممكن كامل حميشة يكون أفضل من أحمد الأشقر لكن بشكل عام أنت عم بتعاني بهذا المركز نتيجة أخطاء المدرب لا أكتر ولا أقل تامر الحاج محمد لاعب الخبرة ما أعطيته أي دقيقة بالمباريات السابقة بأربع مباريات زهر ميداني اعتزل بسبب عدم إيجاد دور له مع المنتخب يعني ما شاف أي دور ممكن يعطيه مع المنتخب وحكينا عن محمد عثمان وعن خالد مبيض كان لازم ممكن ببعض فترات المنتخب يتم استدعاه مع هالأزمة اللي عم بتصير حاليا وعدم اقتناع طبعا الكابتن نيزار محروس بسيمون أمين فعلى نفسها جند براقش حاليا عم بتشوف في عقم بخط وسط الارتكاس منروح للأجنحة محمود المواس جناح يمين فهد اليوسف جناح يسار ممكن الاعتماد على محمود البحر وعمر السومة بخط المقدم جمالا هاي هي التشكيل اللي ممكن يلعب فيها الكابتن نيزار محروس بمباراة إيران ما أنا حاسس انه ممكن تكون فيها تغييرات لكن التشكيل اللي بتمنها فيها نوع من التغيير تكتيكيا وحتى بأسماء اللاعبين التشكيل اللي بتمنها سعد أحمد كقلب دفاع وعمر ميداني كمان كقلب دفاع هون أكيد رح تتفاجأ كيف عم تختار عمر ميداني وانت إلك أربع إلى خمس مباريات عم تعمل انتقاد للعب يععم شو بدي يعمل يعني ما في لعيبة بالمنتخب منتخبنا عم بيعاني بخط الدفاع الكابتن نيزار محروس ما اعتمد على لعيبة آخرين فالشي الموجود حاليا انه عمر ميداني لازم يلعب أساسي ما في لعيبة فعمر ميداني وسعد أحمد بالدفاع ظهير اليمين مؤيد الخولي ظهير اليسار خالد كردغلي بخط الوسط ممكن اختيار ثائر كرومة مع محمد عنس ثائر كرومة لما بتكون الكرة مع المنتخب الإيراني ممكن يرجع لحتى يكون مع عمر ميداني وسعد أحمد يعني فينا نقول ممكن نلعب بطريقة الخمسة ثلاثة اثنين لما بتكون الكرة مع منتخب إيران أما لما بتكون الكرة معنا فثائر كرومة بيلعب بخط الوسط بشكله وبآخر مع اللاعب محمد عنس بطبيعة الحال محمد عنس شخصيا أنا بشوف انه الجمهور شايف محمد عنس لاعب غير جيد أو لا يستحق التواجد مع المنتخب السوري محمد عنس للأمانة يا شباب الشوط الأول بمباراة العراق قدم مباراة ممتازة جدا على صعيد التمريرات بخط الوسط ما أخطأ 92% من التمريرات صحيحة كان عم بيغير اتجاه يعني كان نوع لاعب جيد فينا نقوله محترف بالدوري البحريني حتى بالدوري البحريني عم بيأدي مستوى جيد فبالتالي خلونا نشوف محمد عنس شو ممكن يعمل مع ثائر كرومة بخط وسط الارتكاز كامل حميشة إذا لعب بالتشكيلة الأساسية وكان أجهز من محمد عنس فالأمر كمان يعني مقبول لوعا ما لكن أنا بشوف محمد عنس بيأة المباراة الأخيرة أقنعني جدا على الأقل ممكن من ناحية التمريرات من ناحية بناء الهجمة ما عم بيعمل أخطاء بالتمرير هون اللاعب اللي ممكن أختاره أمام محمد عنس وثائر كرومة هو محمد ريحانية يعني محمد ريحانية واصل لعمر الـ 21 أو 22 يعني لاعب خلص فيك تقول بين واصل لمرحلة الرجال إيمت رح ياخد هذا اللاعب الفرصة طالما عم تستدعيه مرة ومرتين وثلاثة واربعة وما عم تعطيه المشاركة فما بعرف إيمت ممكن يلعب محمد ريحانية مع المنتخب أو محمد حلاء أو كل هاللاعيبة الأمر الغريب جدا أنت عم بتشوف بمنتخب إسبانيا بمباراة مصيرية ممكن ما يتأهل فيها لكأس العالم مع منتخب السويد يعني مباراة فاصلة دخل اللاعب شابي لاعب برشلونة عمره 17 عام يعني لاعب صغير جدا وجه مهور هتف باسمه بـ 17 عام 17 سنة فنحن محمد ريحانية لسه شايفين أنه لازم ياخد الفرصة أو لازم ياخد الخبرة بطبيعة الحال إذا ما كان محمد ريحانية جاهز بدنيا كل هالأمور تتعلق بالمدرب هو لازم يعرف مين اللاعب اللي ممكن يعطيه 90 دقيقة بشكل ممتاز إذا ما كان محمد ريحانية جاهز فمحمد المرمور لاعب ممكن يقدم الإضافة بك صناعة لعب مكان عمر خريبين نحن بنحتاج للاعب يعطي الإضافة بصناعة اللعب مع محمود المواس كجناح يمين وفهد اليوسف كجناح يسار وأكيد عمر الصومة بالمقدمة فيه رح تشوف فيه لعيبة ممكن يخدموا عمر الصومة بهذه المنظومة أو بهذه التشكيلة وأن انت ممكن تحكيلي عن محمود البحر عن محمد حلاء أو حتى عن يوسف محمد يوسف محمد تقلق مع المنتخب الأولمبي بالمباريات السابقة ممكن أي لعب من هاللعب الثلاثي إذا لعب بالتشكيلة الأساسية الأمر جيد إذا كانوا جاهزين بدنيا وإذا كانوا ضمن منظومة صحيحة ومنظومة سليمة ومع مدرب بيقدر يوظف هاللعب بالشكل المناسب شخصيا شايف أنه محمود البحر مع عمر الصومة هيك أنت عم تظلم محمود البحر فبالتالي لهالسبب يعني أنا بتمنى إذا دخل محمود البحر فيفود بالشوط الثاني إذا كان لا سمح الله منتخبنا متأخر أو إذا كان وضعية المنتخب هجوميا غير جيدة ممكن يكون فيه اعتماد على محمود البحر نفس الشي محمد حلاء بالشوط الثاني ممكن تعمل تغيير بدخول محمد حلاء تنشط أحد الجهات الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى بخروج فهد اليوسف أو محمود المواس لازم هاللعيبة كمان يتبدلوا ببعض الأحيان يعني ما عم نشوف في تبديل إلى أربع لعبين إذا كانوا أساسيين ما عم بيتبدلوا رغم أنه فيه لعيبة شباب ممكن تأدي بنفس المستوى على العموم أنا شايف أنه طريقة الأربعة اتنين ثلاثة واحد نفسها هي تقريبا لكن ممكن بالحالة الدفاعية تتحول طريقة أقرب إلى الخمسة ثلاثة اتنين يعني الطريقة اللي أنا حابب أنه يلعب فيها الكفت النزار محروس هي الخمسة ثلاثة اتنين لما بيكون المنتخب الإيراني عم بيستحوز على الكرة وغالبا المنتخب الإيراني رح يستحوز على الكرة فبالتالي لازم نلعب بطريقة نوعا ما فيها التحفز الدفاعي ما نتلقى أي أهداف هلا أكيد أنت كمشجع بتقول بأن هاي المباراة لازم نلعب فيها بطريقة هجومية نحاول نكون الندب الندل المنتخب الإيراني نحاول نحقق الفوز لا بديل عن الفوز وأنا هون متفق معك بعدد من الأمور لكن بشكل عام منتخبنا لازم يكون نوعا ما متحفز نوعا ما يحاول يستدرج المنتخب الإيراني للدهيئة 30 للدهيئة 40 من دون ما يتلقى منتخبنا أي هدف ممكن نغير الاستراتيجيات بعض الرطوشات البسيطة بس نحاول نكون الندب الندل المنتخب الإيراني إذا راحت المباراة للتعادل وممكن منتخب لبنان والإمارات يتعادلوا ممكن العراق وكوريا الجنوبية تخسر العراق أو يتعادلوا فبالتالي نحن رح نكون ضمن المنافسة الخسارة هي السيئة التعادل ما نسيئ لأنك أنت عم تتعادل مع إيران وإذا تعادلت مع كوريا الجنوبية يعم يفوز على لبنان والإمارات بتروح الملحق على الأقل وتعادل مع العراق في أمل على الملحق لكن لازم تفوز على منتخب لبنان والإمارات مو تفكر بالفوز على منتخب إيران أو منتخب كوريا الجنوبية وتروح تخسر مع لبنان يعني ما احترامي للمنتخب اللبناني والمنتخب الإماراتي والمنتخب العراقي نفس الكلام أكيد بيرددوا المشجع العراقي نفس الكلام بيرددوا المشجع الإماراتي ماشي روح اخسار مع إيران روح اخسار مع كوريا الجنوبية بس لا تخسر لي مع سوريا أو مع هالمنتخبات نفس الكلام نحن بنحكيه العاب مع منتخب إيران على نقطة التعادل وإذا حققت الفوز ممتاز جدا لكن أهم شيء ما تخسر قدام إيران أهم شيء ما تخسر قدام كوريا الجنوبية إلى الآن كطريق أنا شايف أنه منتخب العراق كطريق هو الأفضل باستثناء مباراة إيران التعادل مع كوريا الجنوبية فبالتالي حتى هذا التعادل رح يخدم المنتخب العراقي مستقبلا إذا فاز على لبنان وفاز على الإمارات فنحن لازم نكون شغالين على هذا الموضوع إذا تعادلنا مع منتخب إيران أكيد بطبيعة الحال فوز منتخب لبنان على الإمارات رح يضرنا فوز منتخب الإمارات على لبنان رح يضرنا بس لازم نفكر بهاي الطريقة نحاول من هالمنتخبين الكبارية بي بي المجموعة إيران وكوريا الجنوبية ناخد نقطة إلى ثلاث نقاط إذا أخذنا نقطة كمان ممتاز جدا ما رح نشكل الضغط على اللاعبين هاي عم بحكيها قدام الكل نحن ما لنا ضغطين على اللاعبين جيب اللي التعادل بأرضك الافتراضية بملعب القويس ما بي الأردن جيب التعادل على الأقل لا تروح تخسر لي بهاي المباراة وبعدها لكل حادث حديث إذا ما فزت على منتخب لبنان والإمارات فأنت بالأساس ما بتستحق الملحق أما إذا أخذنا الطموح فقط أنه نلعب مع منتخب إيران بطريقة هجومية وآخر شيء منتلقى ثلاثة إلى أربع أهداف مثل ما صارت مع المنتخب العراقي فما منستفيد شيء لا بالمجموعة ولا حتى بالملحق عدد الأهداف حتى مهم جدا خسارتنا بمباراة الزهاب بنتيجة واحد صفر قدام منتخب إيران يعني النتيجة واحد صفر أفضل من أنك تخسر ثلاثة إلى أربع صفر لذلك ما بدنا نجازف نفوت على المباراة يا قاتل يا مقتول نشتغل بهدوء بطريقة جيدة إذا أخذنا التعادل مثل ما حكينا جيد لا بأس إذا فزنا أكيد الأمر رح يكون ممتاز جدا ورهيب ورائع أكيد منتمنى يفوز المنتخب بس لازم نكون واعين لهذا الموضوع نحن إذا بدنا نتأهل للملحق لازم نفوز على منتخب لبنان والإمارات والعراق يعني هذا الأمر المهم نحن عم نخسر مع لبنان وهذه الرسالة واضحة جدا لللاعبين وليس للجمهور إلعب بشكل جيد إلعاب قدام منتخب إيران بشكل جيد استفيد من الغيابات استفيد من حرام بصراحة حكينا بالفيديو السابق عن غيابات المنتخب الإيراني شفت بالتعليقات كم هائل من التشاؤم أنتو حتى نوع من التفاؤل ما خليته مع الجمهور إلعاب بمباراة إيران أعطينا شوي التفاؤل خلينا نتنفس أعطينا شوي التنفس على الأقل ريحونا شوي وبعدها لكل حادث حديث بمباراة إيران يا جماعة لا ما بقول لعبوا بتحفظ دفاعي لا تتلقى أهداف بمباراة إيران حاول قدر الإمكان لا تعمل ركل الجزاء لا تعمل لي أخطاء بمناطق حساسة لعب باتزان بنوع من عدم التسرع استفيد من هجمة واحدة ممكن تسجل فيها هدف ويتدايق المنتخب الإيراني للثواني الأخيرة عمل لك شي حركة يعني يا جماعة أنا متفهم جدا هلا في ناس بتقول بدنا نلعب مباراة مصيرية قدام إيران وإذا دافعنا ما لا لازم نقسم الوقت بشكل جيد ندافع ببعض الأحيان أو بغالب الأحيان ونهاجم بالفترات اللي منشوف فيها المنتخب الإيراني ضائع في أحيانا عشر دقايق ربع ساعة منتخب إيران بيضيع فيها بالملعب فلازم نستغل هاي الفرصة بتسجيل هدف كل الأمور ممكنة لكن للأسف إلى الآن أنا حاسس أنه لعيبة منتخبنا مضغوطين ما بعرف من شو مضغوطين يعني بصراحة أنا إلى الآن ما نفهمان من شو مضغوطين أو من شو مزعوجين أو الضغط الجماهيري أنا ما نشايف ضغط جماهيري على كل حال على كل حال ما بدنا نكتروا بالكلام واسق بصراحة وعندي تفاؤل من منتخبنا قادر إذا حابب قادر إذا حاببين تعملوا شي قادرين منتخب إيران ما نولبعب اللي شفناه بكأس العالم بال2018 ولا بالتصفيات الماضية بال2018 عم بيعاني عم بيعاني بشكل رهيب استفيدوا المباراة على أرضنا يعني يا ريت يا ريت تعملوا شي بتمنى بكرة نصور فيديو ونحن مبسوطين لأول مرة بالتاريخ وبتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة